الجميع في ورطة هذا ما تقوله الأحداث المتسارعة في المناطق الجنوبية والتي كان مقررا لها إطلاق الرصاصة الأخيرة على الشرعية من قبل الإمارات التي دعمت انقلاب المجلس الانتقالي بعدا لكن وقائع الأيام التالية للانقلاب أبانت عن دخول الجميع في معركة معقدة وغير محسوبة النتائج فلم يعد الجنوب مجرد ساحة للمواجهة بين الشرعية والانتقالي فقط بل بين اليمن والإمارات وفي جزء منها بين السعودية والإمارات في خارطة جيوسياسية مضطربة بالنظر إلى خارطة المناطق الجنوبية فإن عدن ولحج والظالع وأبين سقطت أو أسقطت بشكل كامل بيد ميليشيا الإمارات بينما لا تزال حظر موت وشبوة والمهرى بيد الشرعية وتظل الشبوة حتى الآن نقطة توازن بين قوات الحكومة والميليشيا الإنفصالية فالمعارك الأولية فيها تؤكد وجود مقاومة قوية من الحكومة في ظل حديث عن دعم سعودي لها لقد تحركت الإمارات في عدن ومنها حتى شبوة تحت مظلة التحالف والشرعية لكنها الآن تتحرك في رمال الجنوب في ظل اتهام اليمن لها رسمياً بتنفيذ ودعم التمرد المسلح على الشرعية وسط احتمال متوقع بطلب إعفائها نهائياً من التحالف وطردها من اليمن وهذا الاحتمال هو ما يدفع الإمارات وفق حكوميين بتسريع إسقاطها لبقية المحافظات الجنوبية في شبوة وحضر موت والمهرة يوجد توازن قوى بين الإمارات والحكومة فأبو ظبي لديها مقرات قيادة وتشكيلات النخب الشبوانية والحضرمية كما أن الحكومة لديها ألوية قوية فضلاً عن حاضرة شعبية وهو ما يعقد فرص انتصار الإمارات لكن الكثير من الدلائل تشير إلى أن كلمة السر في انتصار الطرف على آخر هي السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر